مصطفى دارويشة الله يرحمه. كان فيه اخناقة بينه ابراهيم إيسا. ابراهيم إيسا كاتب فيلم اسمه آآ الملحد. فاتعرض دور من الفيلم ده على مصطفى دارويشة. فمصطفى رفض الدور. ولما سألوه قال انا ايه حرية وايه? ايه حرية انك تصدر فكرك وتقعد تستغل برنامجك والزعق فينا عشان تكذب في عقيدتنا او في عقيدة الناس وتكفر الناس. انت ايه دي مش حرية. ويعني ايه تقول على سيدنا محمد تقول عليه محمد. لا اسمه رسول الله عليه السلام. انا مشتغلش مع واحد بيشكك في عقيدتي والديني. طبعا الموقف ده شالوا ابراهيم عيسى في كرشو او في كمية الشحم اللي عنده. وشالوه اصدقاء ودارويش ابراهيم عيسى. فالنهار ده طالعين يعني يكلموا مش كويس على مصطفى دارويش. على كل حال يا مصطفى انت مكان احسن. وبصراحة. مصرحت النيابة العامة بالجيزة في مصر بدفن جثمان الفنان الراحل مصطفى دارويش بعدما توفى داخل مستشفى الشيخ زيد التخصصي بسبب تعرضه لآلام في عضلة القلب. وكشفت التحقيقات ان مصطفى دارويش دخل المستشفى واودع بقسم الطوارئ في حالة حرجة ولم يمكس سوى دقائق معدودة داخل قسم الطوارئ حتى توقفت عضلة القلب تماما. ولفظ انفاسه الاخيرة. وقررت ميابة انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن في موقابر العائلة منطقة الواحات البحرية بالاكتوبر. وتناقل عدد كبير من المصريين منشور للفنان الراحل حيث كذب قبل ساعات من وفاته انه يعاني من الارق ولا يستطيع النوم. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة